مفيش حضارة في العالم ومفيش أمة في العالم جسدة الحب والمشاعر الإنسانية قد الحضارة المصرية القديمة قد إيه المصرين القدماء كان عندهم رغبة في تكسيد وتخليد حبهم ومشاعرهم الإنسانية يمكن قصة إذا دورا مهياش أقدم دي كانت في العصر الجناني الروماني يعني كانت القرن التاني الميلادي ولكن عظمة وقوة القصة دي خلتها تخلد لمئات وألاف سنين لحد النهاردة احنا بنتكلم عنها إيه دورا دي كانت بنت لرجل ثاري كانوا عاشين في هرموبيلس في الأشمونين في المينيا وكانت على علاقة حب بإيه زابط مصري هي كانت يونانية للأصل وهو كان مصري فكان فيه حساسيات في الوقت ده ويقال إن هو كان من ضمن الحرس بتاع أبوها هو كان راجل ثاري جدا مسيطر على المدينة ليه سطوة وليه ثراء ولما عرف بعلاقة الحب دي مناعها إن هي تخرج وفي يوم من الأيام هي اتقابلت مع حبيبها ده كان بيفصل ما بينهم نهر النيل هو كان في مطقة الشيخ عبادة وهي كانت في الأشمونين فكان لازم تاخد المركب عشان تتنقله عشان تجيزوه فمرة من المرات خدت المركب عشان تروح له المدينة اللي هو فيها غرقت قيل إن هي انتحرت وقيل إن هو كانت سلحانة وهي بتأدف بالمركب وتقلبت بيها المركب وغرقت وكان معروف إن الأبحار في نهر النيل كانت من عوامل خطورة وكان دايما فيه قال إن أي حد يبحث لوحده في نهر النيل لا والمينيا كمان النيل فيها من حيات الوسعة عاريد جدا ومش آمن طبعا الموضوع ده تقلب وولدها بدل ما كان غضان عليها احتضامها وصمم إن هو يعمل لها مقبرة من أجمل المقابر وصمم إن هو يحنط جثتها وكتب مرفية غاية في المشاعر وغاية في الروعة موجودة لحد النهاردة في تون الجبل وفي تتحياتها أصبحت يا ابنتي الآن حرية طيب حبيبها حبي اللي هو كان بيحبها دلوقتي كان بيعمل لها إيه كان يوميا يروح المقبرة بتاعتها يقول عليها شموع وبخور ويقضي تكلم معاها كأنها عايش يوميا لحد ما مات القصة دي كانت مؤثرة جدا في كل الأعمال التراثية كل الأعمال الروائية لدرجة إن عميد الأدب العربي دكتور طه حسين تأثر بالقصة دي وكان بيروح المينيا ويزور المقبرة بتاعت إيزيدورة وكان بيقرأ المرثيات بتاعتها وكان بيولى عليها شموع إحياء لذكرها وقيل إن هو اللي سماها شهيدة الحب موسيقى